أشهد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان بجهود الوحدات الأمنية والعسكرية في تعزيز الأمن والاستقرار بمحافظة شبوة وفي اجتماع له بمحافظ شبوة محمد صالح بن عديو واللجنة الأمنية استعرض الوزير حيدان مستجدات الأوضاع الأمنية وسير المعارك ضد الحوثيين من جانبه أكد المحافظ بن عديو استعداد السلطة المحلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لدعم الأجهزة الأمنية وتذليل الصعوبات التي تواجهها لاستمرار عملها في تثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظة في سياقنا متصل دعا الائتلاف الوطني الجنوبي بشبوة لمساندة الجيش في معركته ضد الحوثيين وأكد الائتلاف في بيان الله وقوفه الكامل إلى جانب رجال الجيش والأمن ودعمه للجنة الأمنية برئاسة محافظ شبوة محمد صالح بن عديو دعا كل المكونات السياسية للوقوف صفا واحدا ونبذي الخلافات الداخلية وحشج الهمم البشرية والإعلامية للحفاظ على شبوة من الحوثيين اشتركوا في القناة